قالت إذن مشاهدين وزارة الدفاع الروسية إن القوات المسلحة دمرت بواسطة صواريخ كاليبر مستودع ذخيرة بالقرب من لفيف يحوي أسلحة نقلتها دول الناتو إلى أوكرانيا بما في ذلك مدافع هاوجر M777 تزامن هذا حمود مع تصريح لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قبيل اجتماع للناتو في بروكسل دعا فيها الدول الغربية إلى تكثيف عمليات تسليم الأسلحة لأوكرانيا موضحا أن بلاده تعمل على تزويدها بالأسلحة الثقيلة من جانبه جدد أمين عام الناتو يانس تولتنبرغ التأكيد على حرص الدول الغربية على دعم أوكرانيا مضيفا أنهم سيواصلون تزويدها بالأنظمة بعيدة المدى فيما أكد رئيس الفرنسي مانويل ماكرون أنه سيتعين على أوكرانيا إجراء محادثات مع روسيا عاجلا ماجلا لمحاولة إنهاء الحرب وعلى الرغم مشاهدين من تصاعد التوتر بين روسيا والغرب خاصة الولايات المتحدة جددت هنا موسكو التأكيد على أن التواصل لا يزال ضروريا مع واشنطن موسيقى